موسيقى 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 نحن لهلأ ممنع شو عنا أحطياتة مل نحن للحظة هايدة إذا استرددينا الأملاك العام المنهوبة مع الأملاك العام المنهوبة والأموال العام المنهوبة إذا نحن فعلا قلصنا الفساد بالبلد رح يصير في عنا رقم معين وعنده صندوق صار وعنده صندوق بعد ما أنت تشوف شو عندك وتسترد يعني خطتك بدأت تترافق مع خطة لاسترداد الأموال المنهوبة وتعرف شو عندك أموال منهوبة. أنت ما فيك تتواجه لصندوق النقد وتقوله بدي بدون ما يكون أنت عامل هذا الشغل. بعدين بتشوف أنت شو عندك نقص. يمكن النقص ما يكون كتير كبير. إذا نحنا فعلا ضبطنا الهدر والفساد بالبلد واستردينا هيدا الأموال من الحرامية اللي بالبلد لليوم بعدهم عاملين حالهم شرفة وبعدهم ما بيستحوا وبيطلعوا على التلفزيونات وبيعملوا خطابات تحريدية يمكن إذا مع خطة الإصلاحية اللي عم بيحكي عنا الرئيس الدياب. إذا عملنا هيدا الإصلاحات يمكن بعض الدول تتشجع وتعطي لبنان. ليه بدي أتوجه على صندوق النقد قبل ما أثنس من هيدا للوجهة؟ عالما أنه بموضوع الأموال المنهوبة كمان في قوانين تقدمت بها حكومة رئيس الدياب وفي قوانين موجودة بها المجلس النيابي ومن المتوقع أنه يتم البحث فيها وأقرار بالجلسات المقبلة. يعني كمان هنا في إيجابية معينة. نحنا ما فينا كتير نعول على المجلس النيابي. لأنه للأسف المجلس النيابي بآخر جلسة أثبت عن يعني إذا بدك إسقاط أهم القوانين لإعلاقة بالرقابة ولإعلاقة بمكافحة الفساد ولإعلاقة إذا بدك شوي بتطلعات الشارع يعني كنا مفكرين بعد أنه هال زعمة استحوعة حالهم. هالنواب عرفوا شو يعني 17-20 فاتوا على جلسة مجلس النواب. هن فكروا أنه كورونا نصت الشعب اللبناني شو كان ساير ب 17-20 بالوقت اللي بالعكس اليوم في انفجار اجتماعي في غلاء مش طبيعي في موضوع الدولار وفي إذا بدك يعني الاستحاقات اللي عم المالية اللي ناطرة لبنان. بدل ما يروحوا على تعزيز الرقابة والشفافية ومعايير الحوكمة الإدارة ويروحوا أكتر من هيك على فرض إذا بدك موضوع السرية المصرفية وغيرة رحوا سقطوا كل شيء ومشيوا وفوقهم كلهم حرموا الفقرة من المليار ومئتين مليون فعن أي مجلس نيابي أنا بدك أوسى إذا بدك أرجع رحله بسلة الأوانين. أنا عم بحكي عن مجلس نيابي بعضه الكيديات السياسية موجودة فيه. بعض من منظومة النهب بتحمي حالة لما تشعروا بالخطر فهن شو بدون أكتر من هيك؟ شو بعد بدون يعني؟ طالما فتحنا يعني هذا الموضوع وطالما عم بتحكي عن منظومة النهب وإلى ما هناك. خليني بنقطة معينة تتحدث اليوم عن موضوع حكومة حسان الدياب. كان عندكم ببداية الأمر نظرة سلبية أو نظرة مترقبة لهذه الحكومة. اليوم صار قطع يمكن 77 يوم على عمل هذه الحكومة وأكتر وبعدكم بنفس النقطة والمربع مع الحكومة قبل ما فوت على المجلس النيابي وقبل ما فوت على كل التشريعات باكن بنفس المربع. يعني بكرة نازلين أنتوا على الشارع. عندكم تحرك بالشارع. هذا التحرك رح تتوجه فيه لحسان الدياب؟ لحكومة حسان الدياب؟ لمين رح تتوجهوا به التحرك؟ هلأ طبعا خلينا نميز نحنا ونقول أنه اليوم الناس اللي بالشارع مش نزل يعطول كرمال موضوع السياسي اليوم الناس نزلت كرمال انفجار الاجتماعي الانفجار اللي جاي نتيجة الغلاء الوضع الاقتصادي البطالة العالية وفوقهم كلهم موضوع التلاعب بالدولار وإذا بدك هيدا الخطاب اللي موجود فالحكومة اليوم أمام مسئوليات مسئوليات كتير كبيرة أول شي نحن ما فينا نحسد هيدا الحكومة أول شي هيدا الحكومة أجت بعد الثورة يعني أجت طبعا نتيجة إسقاط الحكومة السابقة بالشارع وهيدا الحكومة مفترد عارفة كل هالمطالب هلأ في محلات بقل لك مثلا معالجة موضوع الكورونا كان فيه شغل جدة من قبل وزير الصحة مثلا بمحلات تانية ما شفناها الشغل الجدة من وزير الاتصالات وهلأ منفوت أكتر على الملف حسنة جاب بأول كلمته انطلق من موضوع الاتصالات واستعادة الدولة لهذا القطاع يعني هذا كان مطلب أساسي خصوصي لمبادرة وعي اللي تبعته من الأول لهذا المطلب بدي أطشك لأنه فتحت الموضوع بس بدي أطشك فيه أنه حسنة جاب عم يتغنى بهذا الانجاز كمان يلي هو كان مطلب منه أول شي هذا انجاز للوطن خلينا نتفق أنه ما انه انجاز لحدا وهو جولة من معركة طالما تحقب هذه الحكومة كان فيه مبروك للبنان على الخطة الاقتصادية وأيضا موضوع استرداد قطاع الاتصالات هلأ خليني أقول أنه تنقارب ملف الاتصالات من باب هكي كتير فيه هدوء وتروي لحتى ما حدا يقول أنه نحن منحكي بطريقة شعبوية بس ملف الاتصالات حكما وزير الاتصالات لحالة طلال حواط اجا وراء محمد الشقير محمد الشقير للشارع سقطه بسبب أداءه بملف الاتصالات وبسبب تعنته وخطته للتجديد لألف وتتش خليني بس أنا هون أقول أنه مفترض وزير اجا على الوزارة عارف كل الملف ووضعه أول شي لازم كان يعملوا ضغرة أنه يطلب تسلم إدارة القطاع من ألف وتتش يعني يروح على الكتب لأرسلها محمد الشقير ويروح على تنفيذها نحن عم تحكي 77 يوم أو أكتر يعني العطب عد تأخر باتخاذ هذه الخطوة اتخاذ هذه الخطوة ما أجا لولا تضغط بالشارع اتخاذ هذه الخطوة ما أجا لولا نحن كنا عم نرفع صوتنا كل يوم ونقول أنه في ملف طويل عريض في هدر وفساد وسوق إدارة بس اجا نعمة اجا يعني اجا اجا يعني اوكي هيدا انتصار لألكون ويلي اتحقق هيدا جولة ما حقلك وين ما تنكفل لأهيدا شيء تحقق أكيد لكم الفضل الكبير والتحركات اللي عملتوها الجولة الثانية وين هي القصة هون أنه بهيدا الملف بالذات القصة مش إذا لبنان تسلم الإدارة أو يعني استرد الإدارة من الشركات هي المسألة هلأ المرحلة الانتقالية اللي بدو يدير فيها لبنان هيدا القطاع لحين اجراء مناقصة وينعمل دفتر شروط يقدر كل هالشركات بالعالم نتمنى تكون الفترة أسيرة ويقدر من خلاله الوزير مع اللجنة مع لجنة الاتصالات النيابية يقدروا يوصلوا لدفتر شروط عالمي ويقدروا على أساسه تجي الشركات لتسلم هيدا القطاع بدي أذكر أنه هيدا القطاع أصلا مملوك من الدولة الليبنانية مضبوط عبر مكوان وهيدا القطاع كان يفوت بالـ 2011 تقريبا مليار و200 مليون دولار بالوقت اللي بـ 18-19 كان ما عم بيوصلوا لـ 750 مليون دولار والسبب بكل بساطة هو الهدر الفساد سوق الإدارة الرشاوة اللي كانت عم بتصير وهون طبعا ما فينا نحمل بس شركات الاتصالات الفساد في وزراء الاتصالات اللي مرقوا من 2012 لليوم وفيه عندنا فوق الأحزاب وتدخلاتها السياسية والتوظيفات العشوائية هون أنا بدي واجه رسالة للحكومة المرحلة الانتقالية نحنا طبعا كحركة وعي رح ننزل على الشارع ونحط رؤيتنا للحكومة ونقلهم أنه نحنا بهذا الفترة المؤقتة اللي نحنا بنسميها المرحلة الانتقالية أول شي بدي يكون صلاحيات كتير محدودة سقف الصرف بدي يكون فقط للمصاريف التشغلية الضرورية يعني عم نحكي صيانة وفيول وشوية اشياء وفوقهم بدي يكون سفر توظيفات مع العلم أنه بموضوع الصيانة وفيول اللي عم تحكي عنه في مصادر بألفة وتاتش بتقول أنه في سيطات ما فيها فيول اليوم هلأ أنا مش كتير بردع مصادر ألفة وتاتش لأنه ألفة وتاتش يعني بهمهم هلأ يعملوا كل الأشياء سودوية ليقولوا أنه عندما انتقل إدارة القطاع من الشركات للدولة حنفرجيكم شو رح يصير وبلشت الحملات حملات اليوم أنه إذا بدك يعني بعض الناس اللي كتير هكي متعصبة للقطاع الخاص بلشت حملات تشتغيل على أنه الدولة رح تكون مدير فاشل وأنا هون بدي أرجع أقل لك الوزير طلال حوات وهذا مسجل بمحضر لجنة الإتصالات النيابية كان يقول أنه الدولة مدير فاشل وأنه لما تستلم الدولة تتحوق من السرنة بدارة قطاع الخلوي لأن قيمة الشركتين وأصولهما وقيمة المدخيل سوف تتدنى بشكل كبير في حال استردتهما الدولة اللبنانية لأن الدولة مدير سيء بس هو نافي على ذمة أيضا نافي هذا الموضوع هلأ أنا بقول أنه نحن كنا عم نعرفه بوقتها من متابعاتنا مع نواب يعني بلجنة الإتصالات ولجنة الإدارة والعدل وحتى يعني متابعتنا لهيئة التشريع والاستشارات ومتابعتنا الدقيقة للتفاصيل لأنه بس إذا أنت بتشوف الأرقام بهيدا الملف بتعرفش يعني ألفا وتتش لما بتشوفه في ضيحة مبنى قصبيان ومبنى الرينج التتش اللي على الرينج ومبنى ماري مخايل بتقول أنه شو هيدا القطاع الخاص بتقول فعلا أنه في ناس كتير تتغنى بالقطاع الخاص بتقول أنه المثارف اللي عملته بالمودعين والسرقة والنهب والإحتيال والشركات الإتصالات اللي عملته بملف الإتصالات من 2012 لليون بتقول عن أي قطاع خاص عم تحكي عن قطاع خاص سارق وناهب ومحتال وعنده سماسرته وعنده طواطئ كبير مع الوزراء اللي كانوا موجودين فمن هون أنا بدي أرجع كفة هالنقطة الأساسية لقول كفة كفة هالنقطة إدارة الدولة وسوق الإدارة يلي البعض مش بس إذا بنا نرجع لهذا المحضر بس كما هنا في كتير من الناس اليوم لما عرفوا بخبرية أنه الدولة بدأت تسترد هذا القطاع مؤقتا أنه ما عنده ما فيه ثقة بالدولة يعني اليوم جسور الثقة عم نجرب نبنيها بس بعض منا موجودة نحن عم نجرب نبنيها بس بعض منا موجودة بس إذا أنا بدي أجرب ابنيها بدي أجرب شو بجرب بالنظر ولا بدي أجرب بالعمل بجرب بالعمل وبفرض شروطه الشفافية الحوكمة تفعيل هيئات الرقابة القضاء اللبناني فوقهم كلهم عم برجع إلك ممنوع التوظيفات لأنه القطاع مضخم الصرف الضروري فقط وفوقهم كلهم بدت تكون صلاحيات محددة وبدأ يكون المجتمع المدني شريك بالرقابة لأنه هيد الفترة الانتقالية اللي عم نحكي عنها ست شهور إذا نجحت فيها الدولة اللبنانية بتسلم هيد القطاع وبي إدارته لفترة انتقالية وسلمته للشركات اللي بدأت ترسى عليها المناقصة الشفافة بلجنة إدارة المناقصات أنت بتكون عم تحط أول نموذج جدة للعمل إذا أنا بزمن الثورة وما بدي أفكر هيك أمتى بدي أفكر هيك أنا بزمن الثورة اليوم بدي أفكر أنه بيقدر ينجح القطاع العام السبب ليه نشحت مستشفى بيروت الحكومة ليه قدرت تحتوي أزمة الكورونا بسبب الدعم والدعم الشعبي والدعم الحكومي وفوق كلهم سأت الناس لأن المستشفيات سكرت المستشفيات الخاصة كانت تفضيحها بزمن الكورونا فيه يكون عندنا نموذج للقطاع عام ممكن نخده ونمشي فيه ونفعل هذا القطاع ومش ليمن القطاع العام يكون قطاع هيدر وقطاع أه وأنا عم قل لك شركات الإتصالات ألفا وتاتش يعني أوراسكوم وزين مضبوط والمصارف بلبنان المقافلسة وبعده عم يحميها حاكم مصرف لبنان هي قطاع فاسد ويجب محاكمته كذلك الأمر الشركات يجب محاكمته هنا النقطة اللي كنت عم قل لك عنها أنه نحنا اليوم في كفلات عند الدولة اللبنانية من ألفا وتاتش وعندهم شروطهم نحنا ما لازم نعطي ألفا وتاتش أي براءة زمة قبل ما يكون في تحقيق جدة ويدفعوا الخسائر اللي حملوها للدولة اللبنانية من الخزينة لأنه هون أنا بقل لك لما في مبنى مهجور من 2012 الدولة اللبنانية عم تدفع بالسنة مليونين ومئتين ألف دولار سنويا بدون ما حدا يقعد فيه ومكسر وتروح زين تستأجر مبنى تاني وتشتري مبنى تالت مين عم يدفع خزينة الدولة اللبنانية لأنه يمكن مشكلة اللبنانية بيعرفوا أنه نفقات التشغيلية يعني صيانتها المباني وإجارات المباني وشراء المبنى الدولة عم تدفعهم من الخزينة فشو بدنا نخسر؟ والمعاشر فشو بدنا نخسر؟ إذا خسرنا كل اللي خسرناه على مدى كل هذه السنوية رح أرجع أفتح معك ملفات كتيرك كنت تحدثت عن موضوع حاكم مصرف لبنان في مؤتمر صحفة كان مبارح بس خلينا قبل أخذ المداخلة سريعة من سيدة ماي خريش نائب رئيس الطيار لشؤون السياسية مساء الخير مساء النور استجار لك و لضيفتك و للمشهدين شكرا مدى ماي يعني اليوم الرئيس سعد الحريري كان عنده كلمة كان عنده هجوم على الوزير جبران باسيل وهجوم كبير جدا بكل الكلام يلي قالوا هذا الكلام من وين بدنا نبلش أصلا؟ بالخصوص يلي قالوا الرئيس سعد الحريري اليوم سمح لي ما علق بس بدي أقول شغلي أنه الإناء ينضح بما فيه و بدي حول الرئيس سعد الحريري على تغريدة الوزير جبران باسيل بـ 14 شباط وقت يلي رد عليه و قالوا أنه أنت شو ما عملت ما رح تقدر تطالني و كيف ما أنا كنت ما رح أقبل كون مثلك بتفرقنا بعض القيام والمبادئ بس رح يرجع يجمعنا التفاهم الوطني رح تبعيد بس رح ترجع الفرق أنه طريق الرجعة رح تكون أطول وأصعب عليك هذا هو جوابي اليوم عيالي قالوا الرئيس سعد الحريري يعني نجعنا على صحة المناكفات السياسية اليوم برغم أنه ما بتكون تجيبوا على كلام سعد الحريري ولكن انطلاءا من يلي نقال هناك هجوم سياسة انطلق ومفاعله بدأت تتأتى أيضا على التيار الوطني الحر طبعا السيد جورج الحملة على التيار الوطني الحر لا تختلف عن الحملة على الفقومة لأن التيار الوطني الحر حامل لواء مكافحة ومحاربة الفساد منذ سنوات ونحنا كنا تقدمنا برزنة قوانين بهذا الموضوع بذكرك برفع السرية رفع الحصانة كشف الحسابات استعادة الأموال المنهوبة جرائم المالية وأكتر من هيك نحنا ما اكتفينا بس بالمنظومة التشريعية نحنا تقدمنا بعدة إخبارات إلى القضاء كان آخرها الإخبار اللي تقدم فيه نايب زياد أسود بموضوع الأموال المحولة وإذا عم بتلاحظوا فيه الإخبار يلي تقدم على الموضوع النافع بموضوع الكازينو موضوع الفيول أول يلي هلأ يخد ضج كتير كلها هذه مجهود الطيار الوطني الحر وكلها إخبارات من الطيار الوطني الحر وبالتالي نحنا منتوقع هذه الهجمة علينا طبعا لأنه منظومة الفساد اللي ركبة بالدولة اللبنانية منذ سنوات طبعا هلأ حست حالة أنه هي ما بقى عندها المظلة اللي كان عندها إياها قبل وعم نشوف كيف ساعة بيحتموا بالشارع ساعة بيحتموا بالطايفة كل يوم عندهم سبب لحتى أول شي بروا حالهم من جهة ومن جهة تاني صوروا حالهم أنه هن ضحي ومستهدفين لا يهربوا من المحاسبة يعني آخر شي طلعت الأمور اللي استهدافة التيار هو بغية المحاسبة ما في غيات تانية بالموضوع البعض بيقول أنه التيار الوطني الحر هو جزء من هذه المنظومة كان واليوم الخلافات السياسية هي خلافات بين هذه المنظومة التيار الوطني الحر منه فوق المحاسبة نحن كتيار وطني حر نحن كتيار وطني حر وقال الوزير جبران باسيل بعدة محطات أنه نحن ما رح نكون فوق المحاسبة خلي تكون المحاسبة تشمل الجميع نحن ما عنا ما عم نهرب من هيدا الموضوع ولكن الطلطة بالشارع والعنف اللي عم نشوفه هلأ وعم نشهده بالشارع والطلطة بموضوع أنه في طائفة مستهدفة كل هيدا الأمور ما بتودي لنتيجة الشعب مثل ما قالت ضيفتك الشعب موجوع الناس جعاني الناس بهمة هلأ لقمة عيشة بهمة إدرتاء الشرائية بهمة خوفة على ودائعة بالمصارف كل هيدا الأمور بتهم الشعب اللبناني وبالتالي المحاسبة مطلوبة من دون المحاسبة ما فينا نحن نتقدم ولا أي خطوة لقدام واليوم يلي صار الخطة يلي قررت نعتبرها نحن إنجاز كتير منيح ومثل ما قال رئيس الجمهورية لأول مرة بتقر خطة اقتصادية بعد ما كان التخبط وعدم استشراف المستقبل يواديان بالبلد إلى الخراب نحن اليوم اللي تحقق واللي تحقق كمانا باللجنة الفرعية برئاسة النائب كانعان وأنا هون بدي جاوب على ضيفتك وقت اللي قالت أنه بآخر جلسة لمجلس النواب شفنا إنه كل هالقوانين هيده ما نأخذت بعين الاعتبار بالعكس الأقوانين وحيلت إلى اللجنة الفرعية يلي بيرأسها النائب برهيم كانعان وهيد اللجنة عم تشتغل بجدية اليوم أقرد سلسلة قوانين جمعة الجاة فيه كمانا أنون بدو وعد النائب كانعان هو استرداد الأموال المنهوبة إنه يقر كل هيده الأوانين هي خطوة بدرب الإصلاح اللي نحنا هلأ منعول عليه لنخرج من هيده الأزمة اللي نحنا موجودين فيها وبالتالي السجالات السياسية والردود وكل هيده الهجمات هيده هلأ ما بتودى لنتيجة أنا معك بس أنت كنت يعني حضرتك كمانا حكيتي عن شي كنت حكي عنهم بارح أنه هذا المشنوق بموضوع الطائفية وإلى ما هنالك آل السنة في حالة قهر وإذا غضبوا أو تحركوا الله يسطر صيغة لبنان يعني هذا كلام طب كمانا بالشارع أنتوا معا بتاخدوا بعن الاعتبار هذا الغضب السنة اللي موجود بيعتبروا أنه مسيته بمحرمات معينة بصيغة معينة قائمة بلبنان أول شي شو المحرمات اللي المس فيها ومين مس فيها في حكومة اليوم أقرت خطة إصلاحية هيده الخطة الإصلاحية أقرت للبنان ولكل اللبنانيين ولم تقر لا لإلغاء طائفة ولا لمحاسبة ناس على حساب ناس آخرين هيده الخطة أقرت للبنان والمحاسبة يجب أن تشمل الجميع وبذكرك أنه من نهار الثالثة الحكومة أقرت عدة إصلاحات تطبيق ضريبي وإلى ما هنالك بعود لسنة الواحدة وتسعين لتاريخ إقرار العفو العام وبالتالي كل هيده الأمور لازم تصير المحاسبة على هيده الأساس وبرجع ويقول لك لما أي مسؤول سياسي يتخبى بطائفته أو بشارعه يعني هو بموقع ضعف وبالتالي لا يجوز على أي مسؤول أنه يستعمل الشارع أو الطائفة ويصور حاله أنه هو ضحي وأنه هو مستهدف طالما أنه الوضع على الكل لماذا السنة منه جعان؟ المسيحة منه جعان؟ الدرزة منه جعان؟ الشيعة منه جعان؟ نعم ما يخرج يعني شكرا لأيك نظرا لدي الوقت أنا بدي أشترك وبتمنى مرة الجاية تكوني موجودة معنا على بلاتو رح نبقى سواء من الو تي في شكرا لأيك نائب رئيس الطيار لأشؤون السياسية بتخيل عنديك رد على ماي بولا نقطة؟ لا أنا بدي أنطلق من اللي كانت عم تقوله لأقول أنه الجوع ما قلو طايفة والأهر ما قلو طايفة واليوم هيدة الصريحات هي هذا الشيء اللي قلت وختمت فيه عشان هيك قلت لك عم بنطلق الكيدية اللي حاكمة هيدة البلد هي اللي بتمنع الإحساس عند الزعمة أو عن صناع القرار أنه يفكروا أنه هن بيقدروا يعني بهيد الطريقة يحموا حالهم بالاستعراضات يعني لما بيطلع اليوم أنه بدوا يجرب يقول أنه الصنة المشنوع أنه الصنة اليوم مقهورين وكذا لش مين أي لبنان اليوم أنه مقهور؟ اليوم اللي عم ينزل على الشارع وعارف أنه في خطر اسمه كورونا يعني فيه أكتر من أنه الإنسان عارفي وباء عالمي وعم ينزل على الشارع لأنه حاسس أنه ما عد فيه عنده خيار أنه إذا ما قتلني الكورونا رح يقتلني الجوع والفقر والتهميش والأذى يعني اليوم اللي عم بيصير على الأرض هي الناس جاية بلا تنزل على الشارع وتعرض حالها وأهلها للخطر ولا فيه إحساس أنه هي وقاعدة ببيت الناس بلشت تمرق السفقات وبلشت الكيديات ترجع لبرا نحنا وقاعدين ببيوتنا كان الدولار عم يوصل على 4000 ليرة أنا معك قبل ما فوت على الفاصل بنفس الوقت مش فيه شي كمينة مريب معين بالشارع يعني أنتوا عم تنزلوا نحنا بنعرف بتنزلوا بصدق بتنزلوا بعفوية ولكن مشاهد الشارعية اللي شفناها سواء بترابلس سواء بصيدة سواء بتباي سواء بعدد من المناطق اللبنانية كمينة مريبة بمكان معين بتوقيت هذه المشاهد وبأهدافها السياسية أنا بقولك بتوقيتها لا لسبب أنه اليوم إذا أنت بتنزل على السوبر ماركت وبتشوف الفرق من أول أزمة كورونا لليوم تعرف شو يعني نحنا عم نشتغل بالمساعدات الغذائية شوال الرز بأول أزمة كورونا 54 ألف اليوم 104 ألف طيب أنه مين قادر بعد يتحمل بيفوت الواحد سارع على السوبر ماركت بيظهر بد يروح على الصيدلية من الضغط فلا مش قصة توقيت اليوم اللي عم بيصير بالدولار لما بيوصل لل4200 وبعد الخبراء والمحللين بيقولوا لك بدوا يوصل للعشرين ألف اللي عم يعملوا فينا رياض سلامي شوي اليوم جنى عمرة للناس اللي بالغربة والتقاعد الناس اللي مصمدة شوية مساري لتشيلها بدأت روح تشحد على باب البنك والبنك كل يوم بيطلع بفتوى ورياض سلامي بيطلع كل يوم بكذبة بس عم نتهم رياض سلامي بما كان معين بس رياض سلامي مبارح مؤتمر والصحفة أتى واضحا وكان فيه بشكل واضح أنه أنا حاكم مصر في لبنان أنا قمت بالسياسات المالية كرميل إمنع الانهيار أنا بنفس الوقت عطيت أقراضة هذه الدولة ولكن الدولة هي وين حطيت مصريتها مش أنا المسؤول عن يلي عم بيصير رح أرجع أفتح معك هذا الموضوع عن جد أنا عاك رياض سلامي أنا بدي شوف أنت عن جد أنا عاك رياض سلامي نعمة تحت الهواء التي لأترت فيه شعور الثورة بعد سألتنا عن رياض سلامي شو؟ خليني أقول أنه سألتك عن مصرياتك أنه مين اليوم بالبلد؟ عم بيحكي أنا الموظفين المتقاعدين الناس اللي بالغربة في أكتر حملوني رسالة اليوم أهالي الطلاب برا معقولي طالب منه قادرين أهلو يبعطولو مساري لأنه أصلا ما في دولار ليحولولو إيه مش قادرين يشتروا دولار مش نحلت؟ لا ما نحلت بتعرف لهلأ بعد البنوكة عاملة إجراءات ما عم بتخلي الطلاب يقدروا يستخدموا بطاقاتهم ويصرفوا منها ليعملوا فحص البيسي آر برا طب هيدا أي ظلم؟ هيدا أي قهر؟ اليوم أهالي الطلاب يعني إن وصلت لطلاب راحوا لبرا ليدرسوا عم ينزلوا برا إذا الواحد بده يسافر لبرا ما في بطاقة لحتى يستخدمها هيدا إذا قدر بعد يسافر فاليوم بدي أقول إنه الناس ما جابت مصرياتها هيك يعني وإجت حطتهم بلبنوكة لحتى يفكر رياد سلامة إنه هو أمواله الخاصة وهو بيستخدمها وفوقهم كلهم بيجي بيربط إنه سعر الدولار عم يعلى هالقات بسبب العرض والطلب وعدم الاستقرار السياسي استقرار السياسي هيدا شي معروف لا هو عم يستخدمها أدات لعدم الاستقرار السياسي للمنظومة الناهبة تظلمت حكمة بالبلد يعني أنت من القائلين اليوم إنه عملية اللي عم بتصير بموضوع الدولار أو هذه البلبلة بموضوع الدولار وسعر صرفه هو من أجل الوصول إلى نقطة اللاعودة وبالتالي إثارة المزيد من الشغب بالشارع ووصولا إلى أسقاط حسان دياب هلأ أنا بدي أقولها بطريقة مختلفة أنا بدي أقول اليوم إنه المنظومة اللي حامية رياض سلامة هي زيتها المنظومة اللي حكمتنا من 30 سنة وفقرتنا بالسياسات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية أنا ما بدي جزقهم أنا ما بدي جزقهم بدي أعتبر هنه عم يحموا وهو عم يحميهم والدليل لا رياض سلامة مبارح بالخطاب ما قال عن أي اسم حول أموال لبرا يعني هرب الأموال ما عنده الليحة ما هو بيوصلوا تقرير دورة ليجناليزمة تقول يوصلوا تقرير دورة كل شهر مين حول ولوان تحول وشو هي هيدا الأموال ليه بعده عم يحميهم لأنه هنه حميينه ليش رياض سلامة ما عم بيضخوا هيدا حكي خبرة مش حديثة تقريبا خمسين مليون دولار بالشهر عم نحكي على سنة ليرجع يوصلنا لاستقرار بالليرة مش قادر ليش لما كان عم يعطيهم المسار ما كان عارفهم عم يصرفوها قبل ليه ما قالهم بلحظتها لما كان عم يتدينوا منهم مش الظروف تغيرت كمانا يعني واقعيا لا ما تغيرت في شي في شي على الأرض تغير يعني اليوم نحنا مش متل ما كنا قبل 17 عشرين الواقع السياسي الواقع الأقليمي الواقع الدولي كل ما يرتبط باللبنان والأموال والتضييق المالي أيضا عبيلعب دوره يعني مش رياض سلامة لحاله هلا أنا ما فيني قللك أنه ما في ضغوطات اقصادية على البلد ما فيني ما قللك أنه رياض سلامة عند الأمريكان خط أحمر رياض سلامة هو يلي بيقول أنه أنا وقت عملت السياسات المالية بال2016 كنت أعطي وقت للدولة لا توصل لنقطة تقدر تبلش الإصلاحات ولكن ما عملت الإصلاحات هو كان عبيعطي ديون للمنهوبة للمنظومة طيب الهندسات المالية مين استفاد منها دولة استفادة هيدا بنص عليه قانون النقد والتسليف أنه مصر في لبنان يجب أن يساعد الدولة وأن يقف إلى جانب الدولة متى دعت الحاجة ايه وهلأ ما دعت الحاجة سؤال هلأ ما دعت الحاجة لما الدولار بأربع تلاف وميتان ليرة والغلى ومش قادرين نستورد شيء للمواد الأولية للصناعة والزراعة والغيرة مش قادرين ندفع مصاري للناس للمستشفيات الحكومية وغير الحكومية لتقدر تجيب لوازم ما دعت الحاجة هو وعد بحقوق ولا في حاجة لتنزل كل الناس على الشارع بوج الحكومة كونه طبعا الحكومة ما بتتناسب معه لرياد سلامة ولا مع منظومته الحاكمة بكل بساطة اليوم نحن عنا منظومة حاكمة هي بتحمي رياد ورياد بيحميها الأمريكان بيضغطوا شوي من هون وشوي من هون من أيمتى نحن نشهد الأمريكان لما كنا بـ 17-20 وقبل 17-20 كل يوم يودوا رسائل أنه ممنوع استخدام العنف مع المتظاهرين صار ولا ما صار؟ صار ليش اليوم شفنا السفيرة الأمريكية راحت عند الدياب وقالت له أنه لأ منسوب العنف ارتفع لأنه منسوب العنف ارتفع ضد المصارف ضد حاكم مصرف لبنان ضد منظومة النهب الكبيرة كلها وضد المصارف أكان بترابلوس بصيدة بصور بالنبطية وببيروت لأول مرة التظاهرات كلها عم بتصب أمام المصارف لأن الناس عارفة وين الأزمة ومين موجوع شو الاستفادة نعمة إذا كسرته بانك أو إذا حرقته أتأم أو إلما هناك اليوم البانك بيرجع بكرة بيزبطة لتكسر والأتأم ترجع لصغطة طبيعية الرسالة ما بعرف إذا عم توصل أصلا أول شي اليوم فيه رسالة من شعب احتجاجاته وتحركاته ما حدا يقدر هلأ يقول كيف بده تكون وعلى أي اتكات اليوم الشعان اليوم الشعان ما عنده اتكات كيف بده ينزل يتظاهر أنا عم بسأل السؤال أنا عم بسأل السؤال مش عم بلليك اتكات الناس الجعانة اللي مش قادرة تشتري حليب واليوم وزير الزراعة يعني حط حط دولار دولار على الحليب الطازج يعني طيب شو يعني عم نسكر المعامل الصغيرة ونتركوا الاحتكارات الكبيرة لا ما اليوم كمان السياسات ما عم ترحم الناس سياسات الاقتصادية والاجتماعية وفوقهم كلهم اللي عم نحكي عنها هي المنظومة ليش بدك تقلي ان المصارف ارتدعت اليوم نحنا شفنا شي مصرف افلس ليه بعدو حميهم المصارف اللي مفترض تكون افلست ليه لانه هو وياهم شركة بس هو عم لما ربقهم لأفلس ولا مصرف لانه افلس اي من المصارف سيؤدي الى التداعيات السلبية وكبير جدا شو هي التداعيات السلبية اذا مصريات المودعين بخريت بس ما هو طمع هو طمع انه مصريات المودعين بعدها موجودة ورحين عم بيقدروا يستعم مين بعد يصدق رياض سلامة مين بعد يصدق الليرا بخير البلد ماشي بس في انقسام بس في انقسام بهذه النقطة لا في انقسام يعني في عندك الناس اللي عندهم متابع لهذه الطبقة السياسية بعدهم بإطار لا هذا استهداف لرياض سلامة ما في حدا ما في حدا عم بيدافع عن رياض سلامة الا المستفيد من رياض سلامة من الاعلام اللي ما بيغطي التحركات عمصر في لبنان للكتيبة للسماسرة للي اخدوا القروض والتسهيلات للي سهلوا كل القروض لغيرة وغيرة وغيرة كل هول مستفيدين من منظومة النهب ما في حدا اليوم بأي عيلة بتروح لعندها إلا ما اليوم في عندهم وجع مغتربين اللي حطوا أموالهم وتبخرت أم اللبنانية اللي سمدوا مصرياتهم وتبخرت يا عمي مرة مبارح بدى علاجها للكانسر اضطر زميلنا المحامي حسن بز يرفع دعوة على بلوم لحتى يعطوه للزلم المصريات لا يحكم أمه في أكتر من هيك يعني وصلنا لمرحلة نحنا عم بيطالب رئيس الحكومة منه يعطي السجلات يعطي وراء شفنا الورقتين اللي كانوا بالاجتماع ومبارح عفوا كل خطابه أغرقنا بالأرقام وهو بوجه كان عبيحمر كل الوقت حينفجر لأنه عارف أنه لا ثقة لو كان عنده ثقة بحاله هيدا المؤتمر كان بيكون بين أربح حطان ولا بيكون مع صحفيين ليسألوا الأسئلة بس هو مفكر بعضه بكلامه المنمق والفوقية اللي بيمارسها أنه الناس بعد تصدقه رياض سلامي يجب أن يساق إلى التحقيق والمحاكمة نعم رياض سلامي منه الوحيد يلي موجود ومنه الوحيد المسؤول طبعا تنكون وقعين موافقين يعني إحنا بدنا نكون وقعين ولنا ما فينا نقول رياض سلامي هو الوحيد المسؤول لا في شي أنا قلتلك في منظومة نغب يعني لأنه الرياض سلامي لازم نحيكه ننسيقه للمحاكمة لا بدنا ننسيق بدنا نبلش من هنا لأنه سؤل مين الناس اللي هربت أموالها لجواب شو في عندنا أحضياتي لجواب شو عندنا عشرين مليار دولار بمصر في لبنان طيب ليه ما عم بدخ ليه ما عم بدخ دولار بالسوق مازال في مساري ليه ما عم بدخ دولار بالسوق ليعمل استقرار ليه مين بده يركع رياض سلامي شعبه ناسه عم بقول رياض سلامي أنا إذا ضخيت هذي أو هادي المصاري حطيتها بالسوق مش عم ينعرف كيف عم تطلع لبرة ووين عم تطلع لبرة ليش قبل كان بيعرف لسرقوا الأموال كان بيعرف لما دين الدولة والدولة آمرت بأموال المودعين كان بيعرف ما سوليته يعرف روحوا أنا نحن عطينا الدولة روحوا اسألوا الدولة وين صرفتها جورج هو من المنظومة هو رأسه للحاكمية هو رأسه هو الهرم هماش لحاله في عندك الحاكمية كلها من المجلس المفوض لدى الحكومة عندك المدير العام لوزارة المالية ومدير العام لوزارة الاقتصاد ونوابه هول منهم معفيين من المسئولية الحكومات ليش السنيورة اليوم ولا تمام اسلام ولا سعد الحريرة ولا ميقاتل لعام الأسر على جماجم أهل ترابلوس ما كانوا هن بيترقصوا حكومات وكان بعهدهم موجود ريال سلامة لهن ما بيتحملوا المسئولية ما نحن لما بنقول ريال سلامة والمنظومة الحاكمة مين بدي سميلك من بره لجنبلات للحريرة للميقات للسنيورة مين بعد بدنا نزيد عليهم لفرنجية فوقهم كلهم اللي اجوا بالحكومات المتعاقبة التيار الوطني الحر حزب الله حركة أمل كلهم هول مش مسئولين على اللي وصلنا نحن لإله طبعا برجع بقول بمسئوليات متفاوتة مين سر له زمان مين كان من الترويكا وغيرها كلهم مسئولين ولازم كلهم يتحققوا معهم ينسألوا من أين لك هذا نحن اليوم لما عم نحكي مش هواية هيد المعارضة شي لنيو معارضة عجنب اليوم القوات والاشتراكة والمستقبل والكتائب لهن منهم كانوا جزاء أنا معكي بستمحيي لي اليوم إذا في نيو معارضة على موجودة هاي نيو معارضة ما بتفيدكن ما بتكون موجودة مكملة لوجودكن وحضوركن ومشروعكن يعني اليوم الشارع نحن ما بدنا حرامية يدعمونا نحن ما بدنا فاسدين يدعمونا نحن بدنا محاكمة كل الفاسدين بس ناس ما إذا حدا قرر ينقول البارودة هلا من كتف لكتف يعني الناس الناس لا الناس موجوعة ناس كل الأحزاب موجوعة ناس كل التيارات موجوعة بس بيكفزوا عماءهم يستغلوا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي هلأ لا يطلعوا يعملوا زعمات معارضة يا عمي بعدنا عم يعملوا تحريط طائفة على الجيش عم يعملوا تحريط طائفة بالمزاهب عم يعملوا يعني أنه هذا المشنوق لازم يتحقق معه من أين لك هذا بيطلع بيحكي اليوم باسم أهل ترابلوس هو بمثل أهل ترابلوس هو بمثل الجوعانين بترابلوس اليوم بدون يرجعوا ترابلوس بالطريقة اللي بلشوا يحكوا فيها لما قبل 17-20 ما بدي أقول كلام مش لازم أقوله بس عيب عيب اليوم أهل ترابلوس أكتر ناس موجوعين بمثلونا كلهم أهل ترابلوس ما بيسوى هلأتقمع لأهل ترابلوس ما بيسوى استخدام رصاص شو ما كان يا جورج شو ما كان أنا بدي أخد كلمة إخته للشهيد فواز لقالت نحنا ما بنقبل حدا يستثمر بدم خي نحنا دم خي هو للثورة نحنا مش نسين المنظوم الحاكمة وحكم المصرف قالتها بلاحظة الوجع لأنها كانت عارفة أنه بعد الزعمة بدون يطلعوا يستثمروا دم خي بس بكل الأحوال يلي صار بترابلوس يعني نحنا شفنا الناس اللي كانت بترابلوس وعم بتحكي بدون معتبرين حسان دياب جواعون بدون رشاة الحريرة بيجزء كبير منهم يا عمان بكل المحلات كنا عم نسمع ساعد 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 ما تحلم فيها بعد هيدا بالشارع موجودة ليش الشارع بدون الحريرة يرجع مش مش هيدا مش هيدا هيدا نيو معارضة موجودة بترابلوس متل ما موجودة بسيطة نيو معارضة موجودة بكل لبنان بس السوار الحقيقيين والناس اللي انتفضيت عم تعرف تميز حالها وطنفذ هالوسخ مين كان عالأرض باليومين القطعوا مين كان عالأرض انا كنت عالأرض انا كنت قدام مصرف مصرف لبنان نيو معارضة ما بينزلوا على مصرف لبنان مين كان عالأرض اليوم بوجه جيش اللبناني بترابلوس مين كان ما فينا نصنف هولي ناس موجوعين ما حدا نازل عالشارع وحاطت دمه عكفه مع احترام للمؤسس الجيش ونحن الجيش ابدا مش لازم يتحرد عليها بس كمان هو رسالة لقائد الجيش ليش العنف المفرط ليه استخدام رصاص الحي كان يكبوا علينا قنابل مسيلة للدموع كنا نختنق بأرضنا ما نقدر نرجع نقوم نسير مسافات ما علي بدون يتحملوا الوجع بدون يتحملوا الوجع بس رصاص حي لا مش مقبول بس نعمة عم نخدها من زاوية وحدة يعني كمان الجيش اليوم مولج بضبط الأمن وعدم قطع الطرقات عم نشوف أنت بتعرفي وغيرك بيعرف أنه يلي شوفناه من مشاهد بلش من ترابلوس كان تعدي على الجيش أنا بقلك الجيش دوروا بالحدود ودوروا بالدفاع مش دوروا بوجه الثوار اليوم في أمن لازم يستطبي مكان معين أكيد في تظاهرات وحقه قال قائد الجيش وبينة الجيش تظاهر وعملوا لبيتكم بس عملوا معروف الطرقات ما تسكلوها على الناس لأنه مثل ما أنتم موجودين وعندكم رأي في ناس تانية موجودة وما بدنا نرجع للي صارق بسبعة عشر برجع بقول لك وجع الناس ما فيك تدوزنه ما فيك تقول له توجع بهالطريقة وما تتوجع أصلا يعني مش أنا عم بحكي لحالي في يعني إحصاءات وفي دراسات بالفترة منهم الدولية للمعلومات باعتقد عملوا دراسة أنه عن نوعية عودة الناس بعد كورونا هل رح تكون طلع الرقم الأكبر عندهم يعني بالمعدلات هي إذا بدك عودة التحركات بالشارع وبمعظمها رح تكون عنفية سبب لما أنا ما عندي أقدر آكل ولا أشرب اليوم البلد مسكر مش قادر أنت تستورد أي شيء وبذات الوقت عندك غلط دولار والسرفين اللي عم يحتكروا يعني أنا بدي إلك شغلة أما قاني الأوان أنه وزارة الداخلية تساند وزارة الاقتصاد بضابطة عدلية وينزلوا معهم لعند التجار الكبار اللي محتكرين المواد الغذائية واللي كل يوم بيسكروا هالسوبرماركات وبغيروا هالأسعار بس يجي الدورية بيعرفوا أنه جاي الدورية بيسكتوا إذا حبس شي تاجر أو تغرم مبالغ كبيرة اليوم بشوايفات عشرين طن من المواد الغذائية موجودة بمستوضع بدها كانت تتوزع على الناس وبدها تنباع إذا حبس شي واحد ما بيتربوا هالتجار جشع التجار أما آن الأوان أنه ينضبط الناس عم تدفع هيدا التمن الحقس 14 صراف كانت النتيجة أضراب لأنه برجع بقلك أنه اليوم الصرافين محميين سياسيا وأول حماية هي من مصر في لبنان رح أخذ لوري هاي طيان مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضا عبر سكايب سريعا مساء الخير مساء النور لألك ولنعمة وللمشاهدين كلهم شكرا لوري يعني اللبنانيين بعض الأحيان غريبين بأطوارهم يعني حتى بموضوع الغاز فيه اللي عم بيهلل وفيه اللي مستئ نحن اليوم واقعيا شو بقضية الغاز عنا غاز دراسات الكشفيت أو نحن بعدنا بالمراحل الأولى للدراسات يعني اللي صار نحفر أول بير بالبلوك أربعة وهذا أول بير بنحفر بلبنان بتاريخ لبنان الحديث طلعت النتيجة أنه فيه أثار للغاز ولكن ما كان فيه مكمن وبالتالي ما فينا نحكي أنه كان فيه كميات تجارية ممكن نستفيد منها اللي بدأت عمله كمان على توتال بدأت عمل دراسة معمقة أكتر يعني تحليل للنتائج اللي طلعت من الحفر الأول وعلى أساسا نعرف تقريبا شو بدأت عمل بالبلوك أربعة شو خططة لبلوك أربعة إذا فيه إمكانية ترجع تحفر بير إضافة أو تنطر ل مرحلة الاستكشاف الثانية وترجع تحفر أو بتخلص الشغل بتخلص الشغل بالبلوك أربعة وبتنتقل لبلوك تسعة خلص الشغل فرضا نخلص الشغل بالبلوك أربعة نحن قادرين ننتقل فعلا للبلوك تسعة اليوم ما فيه شي ما فيه خلينا ننتقل للبلوك تسعة لأنه الشغل بالبلوك أربعة مختلف عن الشغل بالبلوك تسعة وهنا مفصولين يعني بلوك أربعة عنده عقد لحاله وبلوك تسعة عنده عقد لحاله هو الخطة المحطوطة والالتزام المحطوط من شركة توتال أنه بدي يصير فيه حفر من هنا لأيار 2021 لازم يكون فيه حفر بير ببلوك تسعة كانت توتال التزمت بهذا الموضوع وحتى قالت أنه بنهاية 2020 رجعت قالت يمكن يصير فيه بعض التأخير لبداية السنة بداية العشرين وواحدة وعشرين خلينا نوضح لوري كمان أنه عادة بعمليات الاستكشاف عندنا نسبة 30% فقط بحفر أول بير كمانا تنوضح للناس شو يعني هذه الفكرة يعني نحنا بعد عندنا أمل بما يتعلق بالبلوك أربعة وكام بلوك عندنا غير البلوك أربعة والبلوك تسعة قابلين أنه نحنا اليوم مستثمر فيهم ونعمل عمليات حفر شوف هو اليوم بلشوا ينحكى على صعيد المسؤولين عقصة نسبة النجاح الضائيين لـ 25% أنا كنت بتمنى أنه يكون هذا الحديث كان على المستوى المسؤولين من قبل تيديروا توقعات المواطنين تقولونهم أنه يمقفيد النسبة ضائيين أنه نقدر نلاقي كميات تجارية خاصة وقتا كان بلش يطلعوا فيديويات وريبورتاجات وارتكليات على موضوع أنه بلوك رائم أربعة عنده أكبر احتياطي وأكبر من روسيا وأكبر من قطر إلى ما هنالك ومن فترة من قبل كمانك لازم يصير فيه إدارة لتوقعات المواطنين هلأ اللي بدنا نقوله أنه صار صار بلوك أربعة هذا أول حفر أو بير واحد فقط والنتيجة ما فينا نقول أنه لأنه صار في فشل أو سلبية إذا بدك تجاه المواطنين يعني مواطنين النطرين كانوا فينا نستخدمه فينا ننتج منه ولكن للجيولوجيين هيدا كتير مهمة لازم يعرفوا جيولوجيا أنه شو بتعني كل هالمعطيات وفي غنى جيولوجيا صار لا شك يعني وراح يصير فيه يعني عملية تراكمية هي هلأ البلوك تسعة بناءا على تحليل بلوك أربعة بيصيروا يعرفوا أكتر يحطوا استراتيجية استراتيجية الحفر بالبلوك تسعة لأنه بلوك تسعة فيه نوعين كمانا من يعني الموارد موجودة أو ممكن تكون موجودة بنوعين من التكوين الجيولوجية فعلى توتال اليوم تختار كمانا يعني رد على سؤالك تعرف أنه البحر اللبناني مقصوم لعشر بلوكات اليوم بجولة الترخيص الأولى كان فيه بلوك أربعة وبلوك تسعة لزموا لتوتال ونوفاتاك وإن آي بعد فيه بقية البلوكات يعني بعد فيه تماني بلوكات هي مفروض تكون معروضة وقتها يسفيش جولة الترخيص أخرى جولة الترخيص التانية اللي عم تتأجل كل كم شهر هي عرضة خمس بلوكات كمان بلوك واحد واثنين بشمال بلوك خمسة وثمانة وعشرة عرضينه مفاتحينه لجولة الترخيص التانية هل يطورها جولة الترخيص التانية رح تكون ناجحة هيدا ما بيعتمد على لبنان هيدا بيعتمد على أسواء يعني الخارجية ومثل ما عم نشوف قطاع النفط الغاز اليوم خارجيا يعني دوليا عم بيعاني من مشكلة كتير كبيرة وبالتالي يمكن مفضل أنه الوزارة تأجل كمان موعد جولة الترخيص التانية لأنه لا أعتقد رح يجينا يعني رح يجينا عروض كتيرة أو عروض يمكن تناسبنا ولكن رغم كل شي تنوضح التالي ملتزمة بموضوع البلوك رقم 9 طبعا طبعا لحديث التزام التزام يعني موجود على ورق وما في تراجع عنه في التزام أنه بالكوترال يمتجوه وفي التزام كلامي بالتصاريح تطلعت أنه نحن بعدنا مستمرين بالتزامنا ببلوك 9 وأساسا إذا ملتزموا فيه بدون يدفعوا تقريبا بتصور ما يروح بـ 40 مليون دولار يعني مشان هيك عم قول أنه لليوم ما نستبق الأمور لليوم بعد أنه في خطة للحفر ببلوك 9 كمينك أنت عم تحكي عن بلوكات البقية هل من إشكالية حول هذه البلوكات أو أنه فقط عملية الوقتية اللي عم بتأخر والظروف اللي موجودة شوف جولة التراخص التانية كمفروض تكون خلصية وتقدم العروض فيها بقانون التاني 2020 الوزيرة ندل بستاني وقت أجلت هي لنيسان قالت لأنه في شركات صينية خاصة مهتم تقدم وما كانت عم بتلحق تقدم رجع بعدين الوزير غجر كمان بنيسان دفش الموعد الجديد لحزيران وكمان السبب كان هالمرة يعني كورونا كوفيد 19 وتأثيره وبهالوقت صارت الأزمة العالمية بأسعار النفط بعتقد يعني اليوم التأجيل بيكون أحسن لأنه عندنا مشكل اقتصادية مالية اجتماعية سياسية بلبنان وإضافة إلى ذلك فيه أزمة عالمية بقطاع النفط وغاز وكل الشركات العالمية عم بتحاول قد ما فيها تخفض من مصاريفها وبالتالي أي مشاريع جديدة يمكن ما تكون متحمسة تفوت فيها وتحط مصاري بعتقد في عوامل كتير 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 وتخلينا نفكر استراتيجيا نأجل جولة التراثيس التالي وبالتالي اليوم شوف ما بدنا نصود المستقبل بوجه العالم بكفينا كل يوم عنا أفكار كل يوم عنا أزمات جديدة ولكن كمان لازم يكون وقعين اليوم عنا بلوك أربعة طلعت نتاجه بلوك تسعة نتاجه تطلع يمكن للـ 2021 وإذا معنا جولة تراثيس تانية معناتها عملية أنه لبنان يتجه أنه يصير منتج للنفط وغاز عم تتأخر وتتأجل وبالتالي هي دمنى شغال السلبية في فرصة لإلنا اليوم أنه نرجع نفكر إعادة التفكير بخطة الطاقة عننا وستراتيجية الطاقة عننا ونفكر المتجددة من الهوى أو من الشمس لأنه لأنه لدينا الهوى والشمس وتشتي 10 أيام و320 يوم أو 40 يوم ما بتشتي فلازم نستفيد من الموارد التي لدينا تنقدر قد ما فينا نكون كتير فعالين بإنتاج الكهرباء في لبنان وما نتكل على أنه يمكن النفط وغاز يجب لنا الكهرباء أو يكون منقذ الاقتصاد اليوم لازم نكون كتير واقعيين وشو ما فينا نستفيد منه بطريقة فعالة وبطريقة سريعة لنخفض علينا العجز إن كان المالي أو أي نوع من العجز لازم نعمله نعم شكرا لك لوري على هذه المداخل يعني إن شاء الله كمنا دايما بقول كورونا تخلص ويكونوا معنا على البلاتو اليوم رحناك معنا نعمة أول مرة بتطلع فيها من كم يوم على الهوى من كم يوم أنه آخر مرة طلعت فيها عملت شعراتك وزبطت حالك لا أول يوم يوم أول يوم نحنا اضطرينا ننزل على الشارع بملف الاتصالات لأنه كنا عارفين رح تنترح الخطة على مجلس الوزراء وكان في حكي وقتا عن التجديد لألف وتاتش فأضطرينا لأخذنا كل الإجراءات بس ايه بتعرف نسينا نسينا عن جات حياتنا الطبيعية بس للأسف السلطة بترجعك غصما عنك وبترجعك حابس كل هال يعني كل هالغضب اللي عندك بيصير يزيد لأنه بتحس كأنك نحبست وهن استغلوا الفرصة بدي استغل من بركة تحية لزميلة لوري ولقول أنه نحنا متمسكين بحقولنا الجنوبية هاي دي الحقول حقنا وما حدا بيفكر أنه بأي ضغط رح نرضخ لأنه هاي دي حقنا وهاي دي ثروة الأجيال الجاية يعني لازم نتصرف فيها بمسؤولية وما رح نخلي المنظومة تنهبى يمكن إذا تأخرت يمكن يكون أفضل ببعض الأوقات يمكن بتغير يمكن بتغير أول شيء سعر النفط والغاز بعد اللي سار أنا شفت عوجنا وبذات الوقت منفكر بالحلول اللي عم بيروح عليها كل العالم اللي هي فعلا يعني الطاقة المتجددة وبدأقول أنه ما حدا يفكر أنه إذا مش بسرعة سرنا بلد نفطي أو أنه إذا ما لقينا غاز أنه بدنا نشمت لأنه كأنه أنه إذا نحن خسرنا بهالميلي هي خسارة للتيار الوطن الحر لأنه هو حتى يعني في ناس يوم عمتشمت بهذا الموضوع جورج لأنه جبران باسيل ما طلع له غاز غاز مش لجبران باسيل لأنه بالأساس كمان هي تسوقت غلط كأنه هو إنجاز أو كأنه جبران باسيل عملها فهي لا هي للبلد وخسارة لكل البلد إذا كانت خسارة وربح للبلد كله إذا ربح ما هي الفكرة الكيدية السياسية صارت تخلينا نقول هيدا الملف عند فلان إن شاء الله ما بيربح حتى ما يعمل إنجاز وإن شاء الله فلان ما يصير معه هيك لأنه أنت مش عم تشتغل كدولة أنت عم تشتغل كدويلات عم تشتغل كشلل بهيدا البلد فكل واحد حاسس إنه هيدا الشقف لقله بمحلات فمن هون بدي أرجع أقول أنه نحن لما منربح منربح أي إنجاز نحن كلنا منربحه لأنه بغير بحياتنا كلنا بعاد بعادنا نحن من أنه نحقق هذه أو نبني منظومة جديدة إذا بدنا نقول أم أنه اليوم حسان الدياب مثل ما هو عم بيقول حط أولى الحجر الأول لانطلاقة جديدة للبنان هي الانطلاقة الجديدة للبنان بلشت مع 17-20 وحكومة حسان الدياب سعد الحريري سعد الحريري بالشارع فهذه الحكومة مفترات جاية بدأت حقق مطالب هالناس هلأ بمحلات بتصيب وبمحلات ما بتقدر تصيب وبمحلات ما بيخلوها تصيب لأنه يعني حتى لو للناس اللي ما بيحبوا حسان الدياب أو بيحبوه لأخره بالآخر في منظومة متجزرة ما بدا البلد يثبت ما بدا يصير أي نوع من الرقابة ما بدا تتفعل الهيئات يعني اليوم كتير منيح قصة المفتشين بهيئة التفتيش المركزي ممتاز هيدا الشي موضوع كتاب العدل اللي قطع مهول الناس كمان كن إلى وقت كتير ناطر بس هون أنا رسالة كمان من منبرك كون حكينا عن اتصالاته وبدأ ننجح عن استكملة لوزيرة دخلية ووزيرة العدل ولا حكومة حسان دياب اليوم في محافظ ببيروت اسمه زيادة شبيب ما انه محافظ على بيروت ولا على مصلحة بيروت غرق بيروت بالمجرير وفوق سفقات وتلزيمات بالطراضي وفكر كمان انه بيروت بيقدر يفتح من صندوقه ويوزع للزينة والأعياد ويعمل اللي هو بدوية بيوظف لبدوية وبيشيل البدوية هلأ بيقولوا كان محمي كمان طائفيا مثل ما محمي سياسيا اليوم في حكي عن التمديد لمحافظ بيروت زيادة شبيب من خارج جدول الأعمال مجلس الوزراء وبدون يمددولوا بطريقة ليبقى لنهاية تقاعده بمحافظة بيروت يا عمي مفترض نحن بستورة بدنا نجدد للمنظومة وأحد أركانها للمحافظ اللي كان يستخدم مركزه لصرف النفوذ هو ورئيس بلدية جمال عيتاني مؤكدة هيدا المعطيات نحن اليوم تزهرنا على قدم وزارة الدخلية ومبارح كمان كان فيه تحرك على وزارة الدخلية وفي حكي جدة عن التمديد للمحافظ اللي مفترض غطى ويسام عشور لسرق الإيدن باي واللي حط على المجرور البطان تفاضة بيروت كلها وبعتقد فيه ملفات قضائية طيب هيدا المحافظ لحتى ما حدا يقول اتهامات عشوائية فيه ملفات جزائية وفيه فوق ملفات بهيئة التفتيش المركزي مفترض نحاسب هالمحافظ الفاسد ولا نجدد ما كمان الواحد يعني متل ما بيقول عقله ما عاد يتحمل يعني اليوم لما اللي بيارتا وسكان بيروت بينزلوا تيتظاهروا ضد المحافظ الفاسد ويسعوا ويممكن يكون فيه تمديد ايه بدنا جواب من وزيرة العدل ومن وزير الداخلية محمد فهمي بخصوص هيدا الملف لانه نحنا راح نتابعه وما يفكر زياد شبيب انه هو بيقدر بعد 17 تشرين يتمدد له او يتجدد له سقط بالشارع سقط بسبب الفساد مش لازم يرجع يتجدد ترجع لموضوع حكومية حسان الدياب ستساهمون بكرة انتو عندكن بكرة تحرك ستساهمون بعمليات اسقاط او انتفاضة بوجه هذه الحكومة شو راح تعملوا بكرة هلا باعتقد بكرة بكرة عيد العمال في اكتر من طرف ما بتخافوا انه تفوتوا مع بعضكم ويصير هذا الطرف مع هذا الطرف وتكون انتو عندكم اهدافكم وعندكم اراءكم وافكاركم وبتكون تحايدوا حالكم يمكن عن الصراع السياسي تصيروا جزء من هذا الصراع نحنا الاكيد ما راح نقبل نكون رسائل سياسية بسندوق حدا من الاحزاب السياسية اللي مسميها حالة اليوم بالمعارضة ابدا ما منقبل نكون صندوق بريد لحتى يستخدمونا كأداة ضغط نحنا منعرف وين منضغط ومنعرف اين تنضغط ومنعرف بأي ملفات بدنا نضغط نحنا بكرة حنتحرك على الاقل بعض المجموعات من وزارة العمل لوزارة الشؤون الاجتماعية لانه كل وزارة فيهن هي مسؤولة اليوم ملف وزارة العمل ملف وزارة الشؤون الاجتماعية وصولا على مصرف لبنان ثم الى ساحة رياض الصلح تحركنا مدروس شعاراتنا معروفة شو هي نحنا حمين ملفات اولى حكم المصرف اولى المنظومة اللي حكمتنا من 30 سنة وملفات فساد عم نحكي عن القضاء والتشكيلات القضائية اللي بعدها على الآن وهذه رسالة كمان لرئيس الجمهورية اما ان الاوان للتوقيع على التشكيلات القضائية اللي وقع عليها رئيس المجلس الاعلى للقضاء وشافة المدعي العام وايضا يعني كان فيه عدد كبير من مجموعات المجتمع المدني من محامين عمي دعموها بتأمنوا بدور رئيس الجمهورية اليوم شو بقولوا المراقب والحكم والفاصل رئيس الجمهورية موقع على مرسوم التمديد لالفا وتاتش المرسوم الجوال هونيك نحنا لما رئيس الجمهورية موقع وقفنا وقلنا رئيس الجمهورية لم يوقع على المرسوم الجوال نحنا ما منخب عيوننا لما في حدا بده يعمل صح بالبلد يمكن لازم نوقف كمانا ونشوف ليش اليوم بعد هذه تشكيلات القضائية متوقعت ربما في سبب معادل يقنعكن على الاقل اليوم في تشكيلات قضائية القضاء بحاجة لإلى في إصلاحات جدية انشغلت عليها راحت عند وزيرة العدل ورجعت ردتها ورجعت بيذة الوقت وقعتها وراحت عند رئيس الجمهورية فوقعتها وزيرة العدل ومفترض طلعت من مجلس الأعلى للقضاء وفي يعني كمان في زملاء كانوا مطلعين عليها في بعض الملاحظات بس هاي التشكيلات مش لازم تضلها وقفة اليوم إذا في اسم مش عجبنا ما منوقف تشكيلات كرماله نحنا اليوم إذا في حدا فاسد يطلع ينقال يعني هي صار وقت المكاشفة اليوم إذا أي حدا اليوم من من كامل رئيس الجمهورية للحكومة لغيرها يطلعوا يصارحوا الناس يعني أكتر من مكاشفات حسان دياب يطلعوا يكاشفوا أنا 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 هل بدي أقول لك إياه اليوم رئيس الجمهورية بدي يطلع يقول إذا أنا بدي أوقع ليش بدي ليش ما الشيطة وإذا ما بدي أوقعه في أسماء فاسد لنقول تيار الوطن الحر ما بدوا هيدا الأسماء يطلع يقول ليش ما بدوا إياها القوات اللبنانية ما بدي إياها تطلع تقول لأنه اليوم ما بنخفى فيه صراع سياسي اليوم بالبلد موجود بتشكيلات القضائية وعم يضغط لعدم تمريرة مثل ما صار بالتعيينات وقت حاكمية مصر في لبنان وغيرها أنا هون كمان بدي أدعي عدد دقتان بديك تقولي لي بدي دقتان شو بديك حتى ما تقولي لي ما خلتك توصل ولا فعل ذكرة أنا بدي أتشكرك فتحت لنا منبر اليوم الأسألة اللي بدنا نقولها أنه نحن اليوم صرنا بشيء اسمه زمن الحوكمة والشفافية يعني عم نحكي بالمسائلة أي حدا اليوم ممنوع يطلع يقول ما خلوني بد يطلع يقول مين ما خليه وليش ما خليه لما رياد سلامي قال أنا بدي أفضح ما طلع فضح إذن هو شريك وعم بيغطي اليوم لما رئيس الحكومة بدي يقول فيه ضغوطات سياسية عنده مستندات عنده بعرف فيه مخططات يطلع يقول ويسمي هيد الأشباح زق ولت وكمان بدي أوجه رسالة لوزيط الإعلام الناس بالشارع منا مندسة الناس بالشارع موجوعة إذا عندهم بعض المعطيات على الناس عم تعمل خروقات بحسابات معينة وعندهم مش هيدا اللي قالوا وعندهم معطيات وعندهم معطيات يطلعوا يكاشفوا الرأي العام ما بيسوى يشملون الناس اللي بالشارع ويقولوا فيه مندسين يوم الموجوع منه مندس ما عم بيحكوا عن الناس كلمة مندس يا جوز ولت مع زمن الويساية كلمة مندس بس فيه كلمة مندس وطابور خامس ولوا كله ولوا مع زمن الويساية يطلع يقولوا هل عم جربة أولا يوم فيه أجهزة أمنية بالبلد وما شاء الله عليهم بيعرفوا كل شي إذا فيه عندهم تقارير وصلت لرئاسة الحكومة يطلع رئيس الحكومة ويعلن شو عنده وإلا بيكون كأنه عم بيقول أنه أي تحرك بالشارع هو تحرك مسيس ضده كلنا بنعرف في تحركات بالشارع لإسقاط الحكومة وفي جبهة عم تتكون سياسية من الأحزاب اللي بتسمي حالا يوم معارضة بس ما بيعني كل البشارع هنجزء من هالناس بس ما هو فرقكم يعني هو بكل كلام فرقكم كي أنا عم بيحكي عنكم عن وجعكم أنا عم بيحكي عن وزيرة الإعلام لما قالت مندسين وعن برجع أقول إذا عنده أي معطيات يطلع يكشفنا فيها بالآخر نحن مش هوات معارضة للمعارضة نحن ناس منطقيين وبدأ أرجع أقول على أمل أنه هالزعمة بهالبلد أو لمسميين حالهم زعمة لأنه فعلا هنه ما بيستحقوا ينقال عنهم شوهوا كلمة زعمة ما بيستحقوا يكونوا قادة لأنه فعلا لحريصة على شعبه بزمن مثل زمن الكورونا بيكون عنده شوية رحمة مش بتكون باب ليرجع يستغلوا ويعمل كل هيدا المؤامرة بحياتنا الاجتماعية والثقافية كذا الانفجار اللي جاي ما رح يرحم حدا يرحموا هالناس نعمة بدر الدين شكرا لإلك على الحضور بدأ أقول كمان للناس أنا مني محام الدفاع عن رياض سلامة سرعك رياض سلامة ولا لا أعمل بلعب دوري لإعلامي شكرا لإلكم مشاهدين على المتابعة لقاءات أخرى برحنا بأساوة اشتركوا في القناة